ودلوقتي معدنا مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع لمياء حمدين الفضلية شكرا لك أحمد أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العصفة التي ضربت البلاد وعبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في ليبيا في مصابهم الأليم معربا عن تمنيته للمصابين بالشفاء العاجل وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدة الليبيين هذا وأصدر الرئيس السيسي توجهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب أعلن المجلس الرئيسي في ليبيا مناطق درنا وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة بسبب السورة التي اكتحتها وأوضح المجلس في بيان له أنه طلب من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والدعم نظرا لتدعيط الجسيمة للكارثة وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنا بليبيا إلى أكثر من ألفين شخص وألاف المفقودين وقالت السلطات الليبية أن أحياء السكنية اختفت بعد أن جرفت هسيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها مشيرة إلى أن الوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى أكثر من ألفين وثمانمائة واثنين وستين شخصا بالإضافة إلى ألفين وخمسمائة واثنين وستين إصابة هذا وقد انضمت فرق إنقاذ من عدة دول لجهود البحث المغربية عن الناجين من الزلزال الذي وقع في منطقة جبل الأطلس الكبير وبلغت قوته ستة فاطل ثمانية درجات وسوى منازل بالأرض فيما خيم قرويون في أجزاء من البلاد في العراء لليلة رابعة أثدت وكلة أنباء ريا نوفو سيتي الروسية بوصول قطار الزعيم الكورية الشمالية كيم جونجون إلى روسيا ومن المقرر أن يكتمع زعيم كوريا الشمالية مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم ويقول مسؤولون أمريكيون إن الزعيمين سينقشان صفقات أسلحة محتملة لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا إلى جانب تزويد كوريا الشمالية بمساعدات اقتصادية أعلنت واشنطن أن الإدارة الأمريكية تقترب من الموافقة على إمداد كوريا بصواريخ بعيدة المدى مزودة بقنابل عنقضية وقالت مصادر داخل الإدارة الأمريكية لرويترز أنه بعد نجاح الزخائر العنقضية في قضائف المدفعية عيار 155 مليمترا في الشهر القليلة الماضية تدرس الولايات المتحدة تزويد كييف إما بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية والتي يمكنها التحليق لما يصل إلى 306 كيلومترات أو نظام الصواريخ الموجهة متعددة الإطلاق والتي يصل مدها إلى نحو 70 كيلومترا والمحملة بقنابل عنقضية أو كليهما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العصفة دانيال وأضفت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممترة ستتكثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا محذرة من تعرض البلاد اليوم ولمدة 72 ساعة قادمة لحالة من عدم الاستقرار أقيمت بالعاصمة الإدارية قرعة دوري نيل للموسم الجديد 2023-2024 بساحة الشعب وسيبدأ الأهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة نظيره المصري في الجولة الأولى بينما يبدأ الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام نادي بيرامتز في الجولة الأولى وستشهد الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري مواجهة القمة بين الأهل والزمالك ويتنافذ 18 فريقا في هذا الموسم البطولة لخوض بطولة الدوري التي من المتوقع انطلاقها في الثامن عشر من سبتمبر الجاري وتنتهي في الثلاثين من يونيو 2024 مشاهدين انتهى مواجهة الثامنة ونعود لاستكمال بوقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل